بغداد مدينة لا تصلح للمعيشة البصرة أكثر المدن تلوثا ومدينة أخرى لها شهرة بالمخدرات وأخرى بانتشار الجريمة وهكذا على هذا المنوال كان للعراق في كل سنة نصيب من التصنيف السلبي في مختلف المجالات بحسب المراكز المهتمة بهذا الشأن وتزامنا مع الدعايات الحكومية التي تروج لنجاحات وإصلاحات لحكومة السودان ليس لها أثر على أرض الواقع ينشر معهد الاقتصاد والسلام العالمي تصنيفا للدول من حيث الأمن ومستوى المعيشة والوضع السياسي والاقتصادي والإداري العراق كان ضمن هذا التصنيف العالمي للمعهد ولكنه في صدارته من حيث قائمة البلدان الأكثر خطرا في العالم لسنة 2023 المعهد ذكر أن العراق حل بالمرتبة المئة والرابعة والخمسين عالميا في المؤشر الأحمر ضمن قائمة مؤشر السلام العالمي من حيث تدني مستويات الأمان فيه وارتفاع معدلات جرائم القتل والجرائم العنيفة والإرهاب والفساد وعدم الاستقرار السياسي والتظاهرات التي يستخدم ضدها العنف مثل ملاحقة الناشطين والمتظاهرين واعتقالهم أو تصفيتهم جسديا وكذلك بحسب القائمة فقد حل العراق في المرتبة الرابعة عربيا بعد السودان وسوريا واليمن ضمن قائمة البلدان الأكثر خطرا في ظل استمرار تداعيات الحرب والعنف الممنهج ضد المواطنين هذا التصنيف لم يكن مستغربا لدى العراقيين الذين يعرفون الواقع ويعايشونه ويدركون تماما أن الإصلاحات التي يتحدث عنها الإعلام الحكومي هي ضمن مخيلة السودان وفريقه الحكومي لا أكثر ومن خلال التجارب التي مر بها العراقيون وصلوا إلى قناعة أنه لو تبدلت ألف حكومة في ظل المشهد السياسي الحالي فلا يمكن أن يتحسن الواقع في العراق وهذا ما جعل التظاهرات والاحتجاجات الشعبية تركز على قضية إسقاط المنظومة الحاكمة وليس استبدال حكومة بأخرى